منذ ثورتها الخضراء عام 2009 تجتاح إيران بشكل سنوي موجة من الاحتجاجات التي طالت رأس النظام فيها ومع هذه الاحتجاجات تتصاعد الأصوات الدولية المؤيدة لمظاهرات الشعب الإيراني المتعب من تراكم الفساد والاستبداد وتدهور الوضع الاقتصادي ومنذ إعلان واشنطن خروجها من الاتفاق النووي مع طهران ازدادت وتيرة التصريحات الأمريكية ضد النظام الإيراني الحاكم وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو وبعد أن وضع 12 شرطا على إيران لإخراجها من عزلتها يهاجم في أحدث تصريح له نظام الخامنئي ويصفه بالمجرم الذي يقمع الشعب ويسلبه حقوقه ولم يغب عن ذهن بومبيو استذكار أيام المظاهرات الشعبية في إيران معبرا عن تأييده لها ومستعرضا سلسلة الانتهاكات بحق المتظاهرين من قتل واعتقال طال النساء والرجال القابعين تحت سطوة الفقر في وقت تصرف فيه أموال الدولة على حروب خارجية لبناء إمبراطورية فارسية كان الشعب الإيراني أكبر ضحاياها كما تقول مجلة الصاندي تايمز البريطانية وليس بعيدا عن تصريحات مايك بومبيو فلقد عبر 140 نائبا في البرلمان البلجيكي عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية في إيران ودعوا الاتحاد الأوروبي للضغط على نظام طهران لوقف القمع وانتهاك حقوق الإنسان والسماح للإيرانيين بحق التظاهر السلمي وحث النواب البلجيكيون الحكومات الأوروبية على الاشتراض لاستمرار العلاقات السياسية والاقتصادية الأوروبية مع إيران بالتزام نظامها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات والاضطهاد المرأة والأقليات كما طالبوا بدعم الحراك الشعبي في إيران وأخذ مطالب المحتجين على محمل الجد في إشارة واضحة إلى استياء أوروبي من بقاء حكوماتهم في الاتفاق النووي مع طهران بشروط يرون أنها تغذي السلطة الحاكمة وتعطيها مساحة أكبر للقمع والاستبداد اشتركوا في القناة